ازاكم شباب عاملين ايه يا رب الناس كلها تكون بخير معدنا مع الكويز الاسبوعي احنا وصلنا لحد كويز نومبر 14 الكويزات بتاعتنا التراكمية زي ما الناس كلها عارفة هنبدأ نزود شوية في الاسئلة بدل ما يبقى بس انه عشر و حداشر سؤال مرات نخليهم ايه 16 questions فيهم شاب لكنه ايه امتحان صغير ارتراكم تعال نبدأ باسم اللاكل اول سؤال بقول لك كارنت كارين كويل اس فري تو موف انا ماجنيتك فيلد اوف لكس دينستي بقودك البي بوو بوينتو حلو بعدين قالك سو افزا ريشيو ريشيو ما بين مين ومين ما بين التورك اكتنجونا كويل على اللي هو الام دي ريشيو ما بين التورك والام دي بتسوي كام قالك بتسوي سري اوفر توينتي طب ريشيو دي عايزين نعملها سمبلفاي فكاب الراحة جدو التورك هو بي في ايان اللي هي الام دي في ساين سيتا حلو اوفر الام دي في ايان اللي يحصل ان انت كلها تعملوا هتشيري الام دي مع الام دي فيبالك بي ساين سيتا ايكوال سري اوفر توينتي حلو هاي اللي بي معك اه البي بكام اللي بي عندي باو بوينتو فحاين كي على جنب اه حاول هنا اوفر توينتي طايمز اوفر توينتو هامل ايه هامل شفت شفت صاين هتبسي الكاركوليتور وتبدأ تعمل شفت صاين شفت صاين لسري اوفر توينتي طايمز او بوينتو هتطلع لك بالزبط بكام تطلع لك السيتا فورتيت بوينت فايف ناين فتتصرع حضرتك وتختارها هتاخد صفر ليه بقى هتاخد صفر لان هو عايز الانجل ما بين البلاين وفزا كويل انزا ماجنيتك فلوكس يعني هو عايز الانجل دي نرسم كان فاهمك اللي انت كي بتاع دي زوية القانون ادي البي وادي الكويل اللي انت جبتها اللي هي دي مبين الام دي ومبين البي فاحنا اللي جبنا دي فورتي ايت بوينت فايف ناين اللي هو عايز اعايز دي لي ناينتي ماينوس سي تبا بين الكويل ومبين البي المبين الكويل ومبين البي كل حضرتك هتعمله هتقول ناينتي ففي ناس غلطت لانها تصرعت ومخدتش بالها ان هو عايزة بالزبط فتطلع كم معاك دي 41.41 ديجري وده الانصر بتاعنا الحل هيبقى قصير ده اول سؤال السؤال اللي بقعد بقى لك جميل ستوب عند الجملة دي عايزين نفهمها ايه حوار الانجلوف روتاشن ده ان انت عندك كويل الكويل ده باي سيتا اهو ادي البي اهو دي الكويل فحنا كنا بنرسم ايه الام دي او ده الام دي فالسيتا ما كان فين السيتا هنا هو ودي مين دي ناينتي مينس سيتا حالو طب هوا الكويل دايما بيبدأ روتاشن من البربنديكلون ده زيرو فممكن نرسم كده NORMAL على B NORMAL على B لو نقلت السيتا هتقول لي كل دي ناينتي فدي سيتا ودي ناينتا مينس سيتا طب ما دي برضو ناينتي فدي برضو ايه سيتا فبيتقل عن الانجل دي هي الانجلوف روتاشن فروم انيشيال بوزيشن هي هيا نفس السيتا تلك القانون أنجل اوف روتاشن زوية الدوران زوية الدوران من اين قال لك من وضع اليه من وضع البربنديكلر ويبدأ بيدور يبقى البداية كده وبدأ يدور بزاوية فالزاوية دي هزاوية اليه الدوران فتبعارف ان السيتا دي سيتا القانون بتاعتنا لان دي هي هي دي بالزبط وقال لك التورك مع السيتا سينسويدا لشكل سين كيرف جميل بعدين عايز الريليشن ما بين الام دي والسيت هل في اصلا الريليشن مش الام دي بتساوي ايان دايبو المومنت ايكوال ايان هل في سيتا لا يبقى دايما الام دي مع السيتا يفضل ليه قانونستان قيمته سابتة بتاعتمد على الارية والنبر جميل السؤال اللي بعده قال لك مالهق باردو دي كريز تو هاف جميل بس قال لك يعني كل واحد قل النص فالقانون بيقولك ايه؟ من الف ايكل تو و LINKن لكم Department بعد Oh أيه الاوليني في ايه التاني في ال اللي على على دي نشوف مين يتغير فاللي يتغير ان كل الي من دول ده هاف وجود هاف without you ما انا هاف فليحصل ان واحدة من هاف هتروح من واحدة من هاف يبقى ايه هاف يبقى الفورس هحصل له ايه ديكريز تو هاف يبقى الفورس ديكريز اس تو ايتس هاف تعالوا اللي باعتوا نمبر فور نمبر فور بيقول لك وين السلينويد اف لنس ال ونمبر اف ترنز ان is connected to battery of negligible internal resistance في المجال المغناطيسي كان بيه يبقى بي وان ادي او معلومة مهمة كان بيه ده سلينويد ماشي راح قالك فورم دي بقى at the center of selenoid x يعني انت لو عندك سلينويد جميل ادي المحور بتاعه في السنتر انا في المركز اتكون مجال مغناطيسي بيه انا عايز الماغنيتك فلاكس دي نستيبقى سري بيه يبقى يزيد كم مرة تلات مرات من بيه هيبقى سري بيه حلو فانت عارف ان القانون من يوم ان اي اوفر ال حلو ده عشان يزيد بالل بيه بقى تلاتة بيه ايه اللي يحصل فيه شوية احتمالات ياما الان تزيد تلات مرات يالاي تلات مرات ياللنس يقل السيرد عشان ديه طلع ديه تلات لازم اي حاجة من الاحتمالات دي فنقرأ اول حاجة عليك ضغط طبعا انت بصح ده لو اقلل التلت ديه تزيد كم مرة تلات مرات طب مستر فيه ناس انا عارف قالت ليه ما نختارش كاتنج قلتلك لا في الكاتنج لو انت قصيت التلت وناخد دايما الريمندر انت قصيت التلت ابقى ديه ابقى اتنين على تلاتة فهتقول او بي وان على بي تو دايما قلنا اللي بنراجعه مع الناس الناس ايه طوفر سري طب بي تو هي كام قالك بي تو مقلوب الريمندر ايه اللي بالريمندر يبقى تلاتة على اتنين بي وان هل كده زاد تلات مرات لا يبقى تختارش ايه الحل هيكون ايه السؤال اللي بعده السؤال كان عندنا في الهاي ليفل وبنقسلة برضو المهمة بقولك زا اوبزت فيجر شو او واير ايه دا الوايرو which is perpendicular to the plane of the page while carrying an electric current ودك الهرزولت الكمبوننت المركبة الافقية لمجال الارض قدرها كام قيمتها كام قالك عندي نقطة الريزولتنت المحصلة بتاعت المجال المغناطيسي بتاع الواير والقرس بزيرو دي عشان تبقى بزيرو تفكر لازم اللي يحصل ان في مجال عكس مجال الارض وقده بالضبط عشان يلغوا بعض يبقى كده الواير بيلف كده يبقى الواير اصلا قوت هتيجي عند نقطة بي الواير مع الانتجادة قيمتها كام وبردو اتج فقالك انا عايز الريزولتنت عند نقطة بي فعند نقطة بي هي عبارة عن توفيلد اتج لوايرس و اتج لواير فهيبقى كام الحل يبقى ودي بالقسئلة بردو المختارة السؤال اللي بعده ده سؤال سهل ومديني الـ ومديني الـ ومديني الـ ومديني الـ فراح في الاخر سهلك سؤال بسيط قوي انا عايز الـ طيب ما الـ بس مجرد سؤال تطبيق حيبقى الـ و الـ 0.1 في 50 فالحزبة دي هتبقى 3 times 0.12 0.1 في 50 هتطلع 1.8 امبير دوتميتر سكوار سؤال ازاي تجيب التانجنت وتشوف اتجاه المجنيتك فيند ماشي يعني اتجاه الـ فلما تطبق امبير ادي الـ ادي الـ ببقى الـ الفيلد بيليف كده حلو الفيلد ماشي كده انا عايز عند نقطة X هو قالك الـ الـ عند نقطة X الـ هتبقى معه معه الحل طبعا هيكون ايه السؤال اللي بعده تطبيق برجع الفورس معي معي حلو حلو ومعي الـ واضحة الـ ودك الـ بـ ماشي اعمل ايه با؟ عايز الـ تعاوين مباشر الفورس ايكوال بي آي أل ساين سيتا الـ الـ مندهالنا بـ و الـ و الـ طايم الساين ناينتي فالحزبة دي كلها تطلع لك بـ 7.5 نوتن كده جبنا الـ فضل ليه الـ هنطبق فليمينج left hand rule نفتكره F-B-I نبدأ بالـ ادي الـ واد الـ ادي الفورس البر ادي الـ ادي الـ فالـ هتبقى out of page out of a out of page طب جميل يبقى عندي out of the page 7.5 هتبقى دي تعالى اللي بعد number 9 بيقولك in the opposite figure two long straight wires ماشي معي سلكية are perpendicular to each other and isolated from each other جميل راح عليك ايه بقى بالروحة بقى in the same linear في نفس المستوى while each of them carry current الاتنين برضو اي the resultant magnetic flux ما يفانش يعني اقول لي اني نقطتين ممكن يبقى neutral point هتطبق امبير ادي الـ current ادي الـ field يبقى هنا انتو وهنا dot حال طب التاني هتيجي للـ wire التاني الـ wire التاني هو بالراحة ادي الـ current ادي يبقى هنا انتو يبقى هنا التاني عكسها ادي الـ جميل هتلاقي المنطقة دي plus والمنطقة دي plus ما تنفعش المنطقة دي minus المنطقة دي minus الـ neutral point دايما في منطقة طرح دايما في منطقة minus الـ field لازم يكون بيقل عشان minus يطلع بزيره فهتبقى i و c هتبقى دي ايه اللي بعده number 10 بيقى لك بيقى لك in the opposite figure show two similar solenoids so after closing the switch key دايما نكبر الصورة after closing the switch key المجنيتك فلاكس دينستي at the center of the axe of solenoid بصنا بالراحة السلينويد الاولاني الكارد ماشي كده وهيلف كده بالمنظر ده حلو فهيعمل لك magnetic field toza ايه toza lift او قاعدة امبير اه سميها b1 حلو لو انا عفلت switch بالمنظر ده حيطلع current تاني هنا كده هتلاقي two current مالهم ماشيين مع بعض يبقى لو طبقت امبير برضو add current add field فالfield هيبقى التاني مع الfield الاولاني يبقى كده يحصل ايه يحصل increase الحل هيبقى increase ماشي طب هالف ده انا جيت لك في السؤال وعكست عكست ايه عكست البولاريتي بتاعت الباتري مثلا لو سؤال تاني لو انت بدلت البولاريتي حيبقى الفيلد التاني عكس الاولاني فcansel each other وتبقى ب zero او vanish السؤال اللي بعته عالmeutual السؤالين جايين عالmeutual كنا برجع الشابتر كله جابلك 3 wires xyz ماشي راح قاللك blazed in the same plane عايز المجنيتك force act on one meter ده common lens يبقى lens common عندي او become one meter جميل قاللك off wire ايه off wire y and it's direction يبقى اعيز الفورس على y y مع x same attraction طب y مع z y مع z برضو same يحصل attraction يبقى f y هيتأثر بقوتين f y x و f y z بس مين الاكبر عشان لما نكتب صح f y z minus f y x ليه؟ لان ال current بتاع z اكبر من ال current بتاع x فهي بيتشد في اتجاه مين? z ده العقوة ده اللي هيغلي جميل نحسب بقى ده يبقى 2 times 10 power negative 7 طيار الاولاني في طيار التاني في common lens على distance يعني هنا 6 times 3 common lens 1 على المسافة اللي هي 0.1 minus 2 times 10 power negative 7 قانون بيقول ايه i1 في i2 في l على d يبقى هنا 3 في 2 هوا 3 في 2 في 1 على 0.1 الحزبة دي تطلع كم؟ تعال حسابه 2 times 10 power negative 7 6 times 3 minus 0.1 minus 2 times 10 power negative 7 times 3 times 2 over 0.1 الحزبة دي هتطلعلك بالضبط 2.4 times 10 power negative 5 طبعا تورد مين؟ تورد زد لانه اللي عنده current اعلى فالحل عيبه B السؤال اللي بعرضه برضو mutual بص بيقولك ايه بيقولك بيقولك the opposite figure represent two straight parallel wires ماشي each of them carry an electric current بس هم opposite فالopposite direction انت عارف ان بيحسن منه ايه repulsion فده يتزق كده وده يتزق كده هو عايز ايه force act on unit length unit length يعني length cam 1 of wire 2 with direction طبعا ال direction واضحة to the right طب الفرصة عالتاني من الاسبات بقى فرصة عالتاني كانت لازم بيه external يبقى بيه العكسية يبقى بيه مين؟ بيه الاولاني وهتحط بيه التاني والاي بتاعه اللي هو i2 في common length اللي هو L فهتبقى بي 1 i2 واللنس بكم 1 بي 1 i2 وطو زي ايه هتبقى ايه لازم في force force acting on wire بتاخد البي external او البي بتاع الwire التاني السؤال اللي بعده number 13 بيقولك in the opposite figure معاك wire carry an electric current downward يعني الطيار اللي تحت فانت عبص من فوق عينك دي العين دي هتبص من فوق قالك ايه the right drawing represent annual رسمة صح فانت لما تبص من فوق بالنسبة لك السلك كده الطيار ايه داخل current into يعني هي بيكس وحوالينه magnetic field دا وير كده طب بعدين ادي current ادي بيلف كده يبقى لازم بيلف clockwise في الاتجاه ده فدي ايه new figure صح طبعا هتكون ايه هتكون دي السؤال اللي بعده number 14 بص بيقولك ايه number 14 جايب لك ميزان بيقولك the opposite figure coil is fixed 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 above piece of soft iron حتة حديد ماشي is placed on a on the band of the scale which gave reading w what happened to the reading of the scale when one of the two switches K1 or K2 closed يعرف الواحد والتاني open while keeping the other open بص با في قاعدة بتقولك دايما الحديد دائما ينجذب يعني اي iron piece دايما بيحصل attraction اي ان كان polarity بتاعنا نتأكد لو انا عفلت 2 بس عفلت 2 بس current تايمش كده حلو بعدين كده في الاتجاه ده في ايه اللي يحصل لما تيتطبق امبير current كده هو بالف كده يبقى الفيلد فين لتحت ده north وده south فتلاقي حديدة مغناطة بحيس يحصل attraction ده south وده north تنجذب لفوق لو انا عكست polarity current بتطلع منين اهو هيمشي كده بص بقى في الاتجاه العكسي يا رجيت كابر طوالك كده current هيمشي في الاتجاه ليه؟ الاتجاه العكسي لو طبقت امبير current current فهنا north وهنا south في ايه اللي يحصل؟ هيحصل برضو attraction ازاي؟ هتعمل polarity بالعكس هنا لنورس وهنا لساوس في حصل برضو ايه؟ attraction ففي الحالتين الوزن هيبقى less zan w حيقل في الحالتين weight decreases يبقى لازم تبقى less zan w يبقى احنا بطلع عن السؤال ده بايه؟ اي اير نبيس دايما بيحصلها attraction لأي ماجنت كان electro magnet او permanent magnet فلما يحصل attraction الوزن هيخف فالميزان ده هيقرى قيمة ايه؟ قيمة اقل تعالى اللي بعده السؤال اللي بعده بيقولك ايه؟ perpendicular wire dot out of the page وعندك four needles اربع compass اني واحدة تعمل deflection صح او اني واحدة مظبوطة ادي ampere ادي current ادي field فهترسم الدايرة كده دي الدائرة بتاعتي المجال المغناطيسية ماشي كده هتشوف بقى أن يساهم ماشي مع ال needle هل ده زيها؟ غلط ده اتجاو كده وده الفوق برضه غلط وده لتحت قولنا غلط ده ماشي كده وال needle down برضه غلط هنا tangent هو الفوق وال needle upward فطبعا هتكون ايه؟ هتكون c يبقى لازم تعمل circle تاعت الفيلد وترسم tangent عند كل point وتشوف اتجاة tangent مع ال needle ولا ولا لا الحل ايبقى c اخر سؤال وبالأسانة المحترمة اللي كان برضه عندنا في الشامل وبتقيس concept محترم قوي ايه بقى الفكرة؟ جابلك الجراف ده وجابلك circuit وبيقولك find reading A1 و R1 تشتغل ازاي؟ وتعمل الجراف ازاي؟ النقطة دي تعال نكبرها كلا شوية ال point دي معناها R2 بZERO R2 بZERO و ده معناه ان السلك ده ايه؟ short circuit والله العظيم مش open عشان في نصفة لغبط مقاومة بصفر يعني سلك معدوم المقاومة الامية بتاعيه non resistive wire بتعمل wire فاضي كده فاول حاجة حضرتك هتعمل دي كده سلك فاضي في المنظر ده ده معناه ان مفيش resistance مش معناه open هه؟ open العكس لما ايجا اقولك ان R بإنفينيتي دي ساعته بقت ترسم كده لان المقاومة دلوقتي من كتر ما المقاومة عالية جدا الدايرة واكا انها open لان فساعته مفيش كنم تايمشي جميل؟ تبقى فاهم بس الفكرة بدنا على السؤال لو R بZERO short circuit لو R قالك كبيرة جدا قريبة من انفينيتي يعني open circuit احنا في الاول عند اللحظة دي كام بصفر الاميتر بيقرى كام؟ بيقرى A1 فترسمها short circuit حلو يبقى دي بقريل مع short circuit يبقى دي كمان دد فيبقى لك وانا بحسب تعويض مباشر VB على R بلاس R ال VB 60 على 5 بلاس 1 يعني 6 فتطلع كام؟ 60 على 6 يعني 10 أمبير يبقى انا كده جدت مين؟ جبت A1 ده النص الاولاني النص التاني بقى تمسح اللي انت عملته ده وتشوف ايه النص التاني النص التاني النص التاني ان انت بدأت تزود R2 اهو بدأت هزود R2 كل ما R2 تزيد منطقيا دي resistance في circuit فالcurrent لازم ال حد هنا وصل مهما زودت R2 هو ثابت constant يعني current مش هيتأثر فده معناه ان R2 بقت ال value بتاعتها كبيرة جدا فابروكسومتلي تقريبا بنحسبها ايه؟ ما لا نهاية خلاص open circuit المقاومة زادت اوي فمهما غيرت او زودت فيها خلاص التاني سابت constant فده معناه ان ال resistance اللي هي R2 برضو بقت بايه؟ infinity فتبقى ايه open circuit يعني مقاومة كبيرة اوي تبقى open circuit مقاومة صغيرة جدا نعتبرها كنها ايه؟ short circuit فلو اشتغلنا هنا open circuit يعني حتة دي open يعني current يطلع من هنا محيبش هنا بس دي خلاص بقت open circuit كنها مفيش current نص حتة دي open open circuit جميل فدروقات الان ما تيجي تشتغل انت عندك معلومية current ب6 فانا عندي معلومة ال vb equal i في bracket r plus r internal ده r equivalent طبعا فال vb ب60 وال i ب6 ال r equivalent هي r1 plus 5 وال r internal بكام ب1 هتلالي equation فيها كمال نون واحد بس هتودى 6 بال divided فتطلع هنا 10 equal r1 plus 6 فده تروح بليه؟ بالمينوس فيطلع لك r1 المقاومة بدى كام باربعة كده جبت فده السؤال فيه concept بسيط يعني r by zero قلنا short circuit يعني r by infinity r كبير قوي نعتبر open circuit ده كان الكويز اللي عندنا في ال session ده اتمنى الناس يعني تكون استفادت منه في افكار محترمة مراجعة على جزئات كتير قوي من اول شابتل 1 لحد تتكلم في ليه؟ في الفورس والتورك اشوفكم المرة الجاية في الكويز جديد ناتشد حلة سوال